أروح مع حضرتك ليه الأسباب يعني تكلمنا عن الأنواع أسباب التنمر إيه الأسباب اللي ممكن تخلي طفل يتنمر على طفل أو يتريع عليه أو لو حتى مش طفلي يعني كمان فيه كبار بيتنمر وبيتكلموا على الأطفال بشكل يأذي نفسيا إيه الأسباب اللي تخلي الشخص يوصل لك خلينا نقول في الأول ما فيش حد شخصي اتولد بالتنمر بطبعه يعني الطبيعة الأصلي للإنسان شخص لطيف ويحترم الآخر تمام لكن للأسف التنمر ده موروث من الأسرة بمعنى إيه الولد بيتربى في بيت مفوش قبول للآخر بيتعامل بألفاظ سلبية أو البنت طبعا أنا بتكلم في العموم فيبقى الموضوع جاي من البداية في فكرة أنه أنا سمعت بابا بيقول لي أنت غبي أنت بالألفاظ السلبية أنا ما حبش أقول ألفاظ سلبية بس الوصف اللي إحنا كلنا عارفينه أنت ما بتفهمش أنت تخين قوي أنت شعرك ما عرفش أكرة ليه أنت بربع عيون الحاجات الجارية دي يعني اللي بتتقال وهي دي بتبقى البذرة اللي بنزرعها يلتقطها كده الطفل فيروح يعمل العنف اللي بيتم توجيهه للطفل يروح على طول بينفزه بيقلده دي أول سبب سبب أساسي من أن الطفل يكون عنده شخصية التنمر أو أن هو بيتممر على حد هي البيت آه طبعا التقليد والعدوان والعنف عليه والوصف بالألفاظ السلبية عارفة يا ريني أنا بيصعب علي الشخص المتنمر 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 عليه طبعا ده ضحي بس المتنمر ده لأنه شبع عنف وشبع الفصل بيه واش معنى أنا بيتقالي كده فأنا روح أزيح وأخد بطاري فأقول بيقولوني وحشة طيب هكل الناس هتبقى وحشة في نظري أنت وحشة أنت رخمة أنت كلبوزة أنت مش عارفة إيه فيبقى البيت هو عشان أعالج المشكلة صح أنا لازم أبقى بفاهم البيت أنه ماينفعش أبدا أقول كلام سلبي على ولادي أو لبابا بابا مايقولش الماما أخوات ما بيقولوش له بعض فأربي فكرة قبول الآخر وخصوصا المختلف معي أنت عارفة كتير مرات بنروح نشوف أطفال احتياجات خاصة مرات بنشوف أطفال عندهم مشاكل في شكل جسمهم مرضى ما عندهمش نعمة النظر فكلما كانت النماذج دي غريبة عن البيت ومش الطفل مش شايفها هتلاقيه دايما بيقول إيه دا كذا كذا دا دا عندي فبيقول ألفوز تقومت أزيى نفسية للشخص اللي هو مختلف فبالتالي تلاقيه بقى إيه بقت رايحة جاية على الفكرة أنه انت كذا لا انت كذا بقت عندي مشكلة كبيرة أنه دا دي حاجة عادية دا أنا بقى مش قابلها أخدها من نقطة تانية يعني فكرة أنه طفل ما شافش حاجة زي كده قبل كده أو ما عندوش قبول لآخر هو شايف طول وقت الناس عادية ما فيش مشكلة لو شاف حد في الشارع بالصدفة فقد البصر يعني عندو مشكلة ما من دول الاحتياجات الخاصة طبعا ما شافش حاجة زي كده قبل كده تلقائي رد فعله بيكون بيأذي اللي قدامه لكن هو مش بيتنمر هو ما شافش حاجة قبل كده زي كده ما هو البداية أنه ممكن ما يكونش سعلا عارف فأنا لو ببقى ماشي في الشارع بقول لو هو سألني إيه دا يا ماما دا ما عندوش عنين بتتخلق كده علشان خاطر كذا كذا إيه دا يا ماما دا مش شبهي آه دا فعلا أصلحنا عندنا أنواع كتيرة قوي ممكن نختلف في اللون ممكن نختلف في طريقة الكلام في الأصل في الدين في الملامح في الجسم ونبدل نسرد كمية الاختلافات اللي ممكن تقابلنا علشان خاطر نحترمها ولازم نأكد على كلمة القبول والاحترام أنا ما يهمنيش أنه أنا أحب كل الناس لكن يهمني أبدا ودايما أنه أحترم كل الناس الراسبكت أنه أكون بتعامل بمحبة وباحترام ويهمني كمان أنه أنا أحترم نفسي في الأول أعلم الطفل أنه يحب ويحترم نفسه لأنه دا في الآخر هيخليه يحترم اللي قدامه مهما كان حتى لو بيأذيه هيحترمه مش هيروح يأذيه عشان هو شكله مختلف عنه فاهميني؟ صحيح ترجمة نانسي قنقر